يعيش النازحون الفلسطينيون أوضاعاً مأساوية مع تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أسبوع السابع ويزيد من تدهور الأوضاع دخول فصل الشتاء ونضرة المساعدات التي يقف الاحتلال حائلاً أمام دخولها القطاع بين الأمطار وقضائف الاحتلال الإسرائيلي يعيش النازحون الفلسطينيون في معاناة شديدة حيث فاقمت الأمطار الغزيرة التي هطلت على قطاع غزة هموماً نازحين في مخيمات خان يونس ورفح استغاثات كثيرة أطلقها النازحون من غزة المحتلة في مناطق الجنوب كرفح وخان يونس بعدما أغرقت مياه الأمطار الخيامة القماشية التي يحتمون بها إذ تعرضت المدينتين لسقوط أمطار غزيرة أدت إلى انهيار الخيام وغرق البطاطين التي تبرع بها الأهالي للنازحين من غزة وفي ملجأ للأمم المتحدة في خان يونس بجنوب غزة أثار المطر هلع النازحين الذين اتيقظوا ليجدوا ملابسهم التي علقوها لتجف ليلاً قد ابتلت تماماً بمياه الأمطار نبلت مركة المياه عندي في الخيمة جوة خيمة صغيرة عندي لعشرة نفار كلها مترين في مترين ودخلات المياه الملابس نبلت مياه أنا مش عاروين داناني مولادي الليلة مش عاروش أسوي الوضع عندي كارتي الوضع صعب أنا أتمنى أنه من الله أنه المطر ما يجيش اليوم علينا والله ما بدنا مطر هلقيت وسائل بداية استخدمها اللاجئون لنزح مياه الأمطار لكنها لم تكن كافية ليعيشوا تحت رحمة الأمطار وقضائف الاحتلال وفاقم بدء موسم الأمطار واحتمال حدوث فيضانات الخوف من احتمال قصور نظام الصرف الصحي في القطاع المقتضب السكان وانتشار الأمراض ومع بداية فصل الشتاء حاملا العواصف والأمطار الغزيرة وانخفاض درجات الحرارة وسط توقعات بإطالة أمد الحرب يتخوف مئات الآلاف من النازحين في جنوب غزة من معاناة جديدة تضاف إلى مأساة الحرب وفقدان الأحبة تحت الركام والقصف